ثمن باهظ ومؤلم وصعب تتكبده القوات الإسرائيلية في غزة باعتراف عضو مجلس الحرب الإسرائيلي بني جانس والواقع على طول القطاع من الشمال إلى الجنوب هو أن إسرائيل تتكبد خسائر مادية وبشرية مع دخول الحرب يومها السبعين يوم بدأ وفق الجيش الإسرائيلي بمقتل وجرح جنود في المعارك الدائرة في غزة فيما يتواصل القصف بالطائرات والمدفعية والبوارج الحربية على رفح وخان يونس التي تشهد معارك ضارية وسط محاولات القوات الإسرائيلية التقدم باتجاه وسط مدينة خان يونس بالانتقال إلى المنطقة الشمالية لا يبدو الوضع هناك أقل سوءا بالنسبة للجيش الإسرائيلي فإلى جانب استمرار المعارك عند المحاور الجنوبية لمدينة غزة هنا تشهد ثلاثة محاور في الشمال أشرس المعارك نتحدث هنا عن جباليا والشيخ ردوان وأيضا الشجعية حيث قال الجيش الإسرائيلي أنه سيطر على مقر كتيبة الشجعية التابعة لحماس وحيث كان قد قتل فيها عشرة عسكريين إسرائيليين معظمهم ضباط في كمين نصب لهم وهذا أكبر خسائر في صفوف الجيش الإسرائيلي في يوم واحد منذ بدء الهجوم البري في غزة ليس هذا فحسب فقد قالت حمص أيضا أن مقاتليها دمروا أكثر من 200 آلية عسكرية إسرائيلية خلال الأسبوعين الماضيين في كل القطاع وأنها قتلت في 72 ساعة 36 جنديا إسرائيليا لم تقتصر الخسائر الإسرائيلية على الخسائر البشرية في أرض المعركة ولكن طالت أيضا الاقتصاد الإسرائيلي الذي يتكبد أسبوعيا 600 مليون دولار بحسب البنك المركزي الإسرائيلي هذا الهجوم واسع النطاق على قطاع غزة قد يكون الأخير لإسرائيل في القطاع وفق ما نقلت هذه المرة مجلة The Economist عن مصادر عدة وقالت أن تل أبيب ستضطر إلى تخفيف شدة عملياتها بسبب ضغوط واشنطن التي تصر على إنهاء إسرائيل القتال بحلول بداية العام الجديد وفق The Economist معلومات تتناقض مع تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التي لا تنبئ بوقف قريب للقتال مع تأكيده استمرار العمليات العسكرية حتى القضاء على حماس ورغم الضغوط الدولية لوقف إطلاق النار اشتركوا في القناة